لكن لابد أن نقول أن عمرو بن العاص قبل اتخاذ أو بناء مدينة الفسطات وهذا عمل كبير لا يمر هذا العمل إلا بموافقة أمير المؤمن عمرو الخطاب لأننا نعلم من سيرة عمر رضي الله عنه أنه ليس بالرجل الذي تفعل في البلاد المفتوحة بواسطة عماله وبواسطة قادة الجيوش هذه الأعمال الكبرى دون الاستئذان ودون الرجوع ودون الرجوع إليها كذا كانت سياسة عمر رضي الله عنه فعمر بن العاص أرسل إلى أمير المؤمنين إلى عمرو بن الخطاب خطابا يقول فيه أنه يستأذن عمر أن يقيم في مصر استمر إقامته في مصر بعد السنوات التي أقامها في أثناء فتحها وحق له في الحقيقة أن يقيم هو وأن يكون هو الحاكم لمصر فاستأذنه في أن يقيم في مصر واستأذنه في أن يخطى مدينة جديدة للمسلمين في مدينة الفسطة فأرسل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطابا مع رسول يسأله هل هذه المدينة سيكون بيني في المدينة وبينها ماء؟ هل يوجد بيني وبينها ماء؟ فلا أريد أن يكون بيني وبين المسلمين ماء؟ لأن المسلمين لم يكونوا قد تعاملوا مع البحار بعد كما سيحدث بعد ذلك يقول عمر أني أريد أن أمططي ناقتي وقتما أشاء فآتي إلى مصر دون أن يمنعني الماء فاشترت على عمر أن تكون هذه المدينة يأتي عمر من الصحراء جزيرة العربية سينا يأتي لا يوجد بينه وبين المسلمين ما يمنع عمر من وصوله إلى المسلمين فاشترت عليه ذلك وهذا الذي أدى إلى عدم اتخاذ المسلمين الأسكندرية التي كانت كما قلت حاضرة العالم وأعظم مدينة تجارية في العالم وعاصمة مصر هذا السبب هو الذي جعل عمر بن العاص لا يتخذ أسكندرية عاصمة لمصر كما كانت فهي أولا على بحر ثانيا على البحر المتوسط وبعيدة عن الخليفة بعيدة عن المدينة بعيدة عن الجزيرة العربية فكان على عمر بن العاص إما أن يختار عاصمة مصر عند البحر الأحمر كالسويس مثلا قريبا من الجزيرة العربية أو أن يختارها قريبا من حصن بابليون لكن لا يجعل النيل بينه وبين الجزيرة العربية إذا واقع الاختيار على مدينة ألف استطاع